اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى يلا وصحاب سيدنا محمد زيكم يا بنات عملنا يا رب قلوك خير النهاردة ان شاء الله نعمل فطيرة بالتفاح بعجينة البروكشي عجينة حلوة قوي وجميلة جدا عملتها قبل كده فطيرة باللحمة وهي عملها النهاردة ان شاء الله بالتفاح لان هي اصلا عجينة دي بتتعمل حلوة وحادق يعني انت مش حادق بس جميلة جدا عجينة حلوة قوي ان شاء الله تعجبكم مكوناتها معي عجينة على طريقتين يعني العجينة هتتعمل عجينتين اتنين عجينة اولة و عجينة تانية ان شاء الله اول عجينة هتتعمل بكباية دقيق و معلقة خميرة و معلقة سكر و مية دافي دي كده اول عجينة العجينة التانية بقى ربع كيلو دقيق و خمسة وسبعين جرام زبدة و معلقتين كبار لبن بودر و معلقة كبيرة خميرة و معلقة كبيرة سكر و بيضة و فانيليا دي العجينة الاولة التانية هنركينها كده على جنب عشان هنعمل العجينة الاولى الاول معي الحشو بقى ايه؟ معي الحشو جبنا كريمي و معي سبيب و معي حليب مكسف و معي معلقة قرفة الحشوة جميلة جدا و معي تفطيح و معي تفطيح ده كده الحشو و معي تفطيحه على جنب و هنشوف هنعمله ازاي بس لما هنعمل العجينة تفطيحه نسمي باسم الله هجيب الدقيق مع الخميرة مع السكر دول بس كده على بقى و هنضط المية دافية عشان تنشط للخميرة العجينة دي هتكون ايه؟ عبارة عن زي عجينة الزلبية و غير هنصيبها لما تخمر خمار كويس قوي لان دي هي العجينة افتائها هو الزلبية و هنصيبها بادي اشتركوا في القناة 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 تصوص كثائق سوف يفضل يقوم بشكل طوال ثم يقوم بشكل طوال يقوم بشكل طوال سوف نقوم برد ونقوم برد انظروا العجينة الاولانية خمرة اهب الشكل انتو شايفينه كده خمرة اول انا نقوم بسم الله سوف نضع كل المكونات على بعضها ادي ايه؟ المكونات العجينة التانية لبن البودر والخميرة والسكر والزبدة كل حاجة على بعض حلويتها في انها كلها بدخلطها على بعضها هيادي نفيش تاي مشكلة نقوم بيضاء ونزر من الفنادي كده كل حاجة وبعدين هنقوم بقى بالعجينة التانية اللي هي خمرة معنا هل نضيف عليها العجينة هنعجينها بيها لو احتاجت مية هنضيفه ماهلا حلوص بسم الله بسم الله طبعاً تخمر معنا بسرعة جداً علشان العجين الاولانية خمرانة كويس كده محتاجتش خلاص ميا معنا مش هتحتاج ميا بالزبط خلاص اهي سبيها بعض اخمر كويس اوي وبعدين نفردها ونشكلها ان شاء الله مع بعض اهي 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 بالشكل ده هي مش نشفة اوي هي مفتوحة عجينة مفتوحة يعني طرية شوية تحسيها طرية شوية اهي بالشكل انتو شايفينه ده كده اصيبها بقى تخمر كويس اوي اهي اصيبها تخمر بعدين نشكلها ان شاء الله اصيبها تخمر بعدين نشكلها ان شاء الله اصيبها كده نعمل حان نجايد الحشو الجبنة على الحليب المكسف ونفردها مع بعض اللبن المكسف على الجبنة اصيبها اصيبها ثلاث معالق لبن المكسف على ثلاث معالق من الجبنة اصيبها لبن المكسف بيته طعم حلو او. الاثنين مع بعض بيته طعم حلو او مع طفائح اللي احنا عملينا. اهل بالشكل ده كده. نفضل بقى العجينة. خلاص قسمت عملينا كلها لانها كبيرة طبعا ووفتها. بسم الله. نفضل بقى العجينة جميلة جدا. نفضل بقى العجينة نفضل بقى العجينة. 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 خلاص قطعها. بالشكل ده اهي بالشكل وشوفتو ده كده هاعمل اي بقى؟ اجيب انا متأكد ان هيا امتشتها فويس معيك الخليط بقى بتاعنا اللي هو الجبنة احط الجبنة على الحليب المكسر مع شوية من التفاق اهي هاعمل ازداد هاعملها بالشكل ده كده اهو هقفلها من هنا اهي واروح جاية واخداها لفاها كويس بالشكل ده هنعمل واحدة تانا عشان انا احسن ان هي بعيدة عليكم نعمل واحدة قريبة اهي هاخد من الجبنة هحط من التفاح اهو هعمل ايه؟ هجيب الطرفين دول واقفلهم بالشكل ده كده واقفل من هنا اهي بقت عاملة زي الجب بالشكل ده اهي بقت عاملة زي الجب لما قفلتها اهي علشان ما فيش حاجة تطلع منها باخد بقى كده اهي ودخله على جوه اهي بالشكل ده اهي هنعمل واحدة كده اهي هتعمله واتحطه في صنيه حاطيه في صنيه على طول اصيبها بقى ترتاح كده بعد خمس دقايق واتدخليها على الفرن اهي الشكل ده هنعمل واحدة كمان مع بعض اهي الشكل ده اهو هحط الخليط بتاعي اهي الجبنة على الحليب المكسف مع التفاح اهو واخد الطرفين مع بعض بالشكل ده كده واقفلهم اهي عملتلي ايه اهو عملتلي جيب بالشكل شايفينه ده كده اهي طبعا تقفليها كويس وتروحي واخده والدخلة على جوه ولفة كويس اهي بالشكل ده كده ونشوفوا مع بعض هدهنو صفار بيد ان شاء الله قبل ما يدخلوا الفرد انا خلصت الفرد الاولانيا نعمل نوع ثاني شكل ثاني اهي الشكل الاولاني خلاص ونعمل بقى الشكل الثاني ما يدخل اعملتاني كده بكتول زي ما انتم شايفون كده هعمل بقى ايه اضطحها شراحة. كلها. وقبلها نفس النظام. الشاكين الشاكين وده كده. هعمل ايه بقى? هنحط الخليط بتاع الجبنة. نخليه بالطول ما يجيش عند التقطيع. بالطول. 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 لن يجيش توفه. نفسي النظام بطول بارد. هذا الشكل كده. الطريقة التي يجبكم طبعا تعملون. هذا الشكل كده. افضل اقفل فيها بالشكل كده. اهي. بالشكل ده شاهدونه ده كده. اهي. وبقفل كويس من عند الطرف الاولان. وبرضه اضدق من هنا الطرف ده. من هنا برضو واقفل كويس. بقت بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. شكل جميل جدا. قرب لكم عليها الكاميرا. اهي. بقت بالشكل ده. اهي. الفطيرة. الشكل التاني اهو. ده كده بالشكل التاني. احطوها ده بصور. شليها بالروحة قوي. بالروحة قوي. اهي. بتتشان بسهولة مش صعبة. اهي. كده. وحطها في الصناية. اهي. اضبطها. اهي. بالشكل ده كده. واتيبها ترتاح شوية وادهنها بيت. واندخلها الفرن ان شاء الله مع بعض. بصو كده بقى. صفار بيضة واحدة. مع معلقتين حليب. مع زرية فانيليا. وهدهن الوش بتاع العجينة كلها. بالروحة. ودخلها على درجة حرارة مية وتمانين. اول متطلع بتاخد شربات تقيل بارد. ما يكونش سفن عشان ده عجين اهي. الشكل ده كده. اللي هنا قويس. اول. 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 فرن يكون سفن من قبلها. درجة حرارة مية وتمانين. كده انا هدخلها الفرن خلاص. وانشوفها ان شاء الله لما تطلع من الفرن الشكل النهائي لها بامر الله. اهي. وده كده الشكل النهائي اللي فطرت الطفاح بتاعتنا. بالشكل انتو شايفينه ده. اه. بعد ما طلعتها وهي سخنة. لكل واحدة من الفطيرة الصغيرة دي. حطت لها معلقة كبيرة من العسل. اه. شربات تكون تقيل قوي. وتحط معلقة كبيرة بس منها. اه. على كل واحدة. طبعا. اه. حطت على الكبيرة. حاولي خمسة معلقة كده. بالشكل انتو شايفينه ده. اهوت. لو المرة يدخل القناة. لا ينسى اشتراك. وفعل الجرس يوصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.